أنت قل للجزء اللي بعده بحاجة بتقول شيء؟ أول شيء اللي أحييكم بالنسبة لي أنا هذا أول لحظة تلقى صدق هذه ممكن اللي قد جاهله ولا شيء هذه أول لحظة تلقى البحاج في البرنامج أنا والله أكون معك صريح أن اللي صدق وقف قلبي صوبكم يا ثنين أن خطاي أخلي توصح أنا مرة جيت عندك يا ناصر الحربي يعتذر منك في المسرح كان عندنا وكنت مستحي وأشوف زيادة من بعيد كان بني أشوف ويش كنت بي أظهر من البرنامج صدق كنت أتمنى أني أطلع حتى أعلم أخويان كنت أقول يا الله يا رب أن السبت ذا أظهر من البرنامج ولا أقابل زيادة ناصر يوم دخلت المسرح الزيادة يقابل المخرجين وأسألهم وانت واقف لجي تتحكي جيت عند ناصر الحربي الصدق الصدقين قال جيت ناصر الحربي أنا قبلها مسوي لي طاعته والله هني ناسيه أما أنني منحاش ولا مدلوش عينيه هذا أمر طيب أسرع واجي عند أبو نايف جعل يسلم ومن يسمى والله هني أقول ترى قلبي لي تهرج دلحي الصدق ما هو بالساني اللي تهرج ترى قلبي في دلح جيت عند ناصر الحربي ويوم شافني كأنه ولد أرح بتحطاني والله إياه بغتبت شو قلت ميته يا أبو نايف حط يده على نحر قال أسقط ما حصل شي حصل خير يا حبيبي يا ولد تمنيت أن الأرض بلعته طلعت من عنده وروحت للعبد السلام قلت أكفى أبي قابل زياد قال آيدي رح له قلت يمديك تمهد الدرب قال يا أبي عند زياد رح رحت لأبو سعد قلت يا أبو سعد أنا شي اسمه أنا بي أعتذر لك على ما حصل قال ميدي زياد اللي حصل وشنو شي طبيعي اللي حصل وآيدي اللي راح راح أنا بيكتب دم بهاج الآن اعتبرنا في واحد سكرت هذه النقطة النقطة الثانية كنا أنا وعبد الله وواحد من المسافرين طالعين مننا يوم العيد أشهد علي الله يرى يجين أنه كل عشرين دقيقة يدق علي الرجال ذا وينك معدي لفلانية كم تمشي أمشي كذا ناقص كدراهم توقع مدري وينك لا كان ما تأصل إلى متأخر ما عليك أنا بس أعدك في الرجال بس أمشي توقع عنك تأصلها لك فزياد ونعم في الجميع لكن عنا نذكر ما أحضروا معنا ذا الحين ولا الجميع اللي يمحهم مواقف كلهم حتى هو حكمة تطبخوا لكن بما أنكم حاضرين أنتم زياد يعاملنا في البرنامج والله بالنسبة لينا يا بهاج ما يعاملنا يرى يجيننا متسابقي الموضوع هنا يخوه ومرجله وطلاقه وحنا بهاج شكرا شكرا ما قدم لك واجب أحمد إلا الله وجهك أبو سعد الله أبو نايف بالنسبة لينا شكرا شكرا